موسيقى مشاهدين مرحبا بكم مجددا في برنامج كوتشينغ داي كنا نتحدث عن نادي بارادو هذا الفريق الذي يصنع أشياء جميلة في الرابطة الأولى وكنا نتحدث عن الجولة الثالثة عشر من الرابطة محترفة الأولى والتي تحمل في طياتها مباريات سخنة أيضا ونمر للحديث عن الدربي الجارين الذي سيجمع اتحاد البوليدة بأولمبي المدية طارق هو قمة مؤخرة الترتيب لا أكثر من نوع بالنسبة للاتحاد البوليدة صراحة الفرصة الأخيرة نقدر نقول الآن الفرصة الأخيرة الفرق ليس لا تفوز في أذية ميدانها لا تستنعش أشياء كثيرة الآن الحق المستوى وان اتحاد البوليدة لازم يفوز في نفس الوقت نظن أنه الفريق اللي يلعب مليح خرج أرض الميدان ومن بين الفرق اللي يتلعب مليح هو أولمبي المدية يعني يعرف كيفاش يسايل المباراة يعرف كيفاش حتى بعض الأحيان يباغت فرق الفرق الخصم ويخلي الفرق الخصم هو يجري وراء النتيجة ولو تكون هذه القراءة في المباراة هذه نظن أنه لو يسجل أولمبي المدية الأول يقدر يفوز أمام اتحاد البوليدة لأنه رح يكون انهيار وتخلي اللعبين يعني يدخلوا في مرحلة ما يقدرواش ونعرفوا أحتى الأنصار ضدت فعلة الأنصار رح تكون قاسية طالق ربما نشاط لك في واحد النقطة لكن نشوفه تحت البوليدة في المباراة ما قبل الأخيرة مع ويفاق سطيف وشفناه مع شباب بلوزداد هناك يعني تحسن كبير تحسن كبير في مردد الفريق خاصة لما تشوف تحت البوليدة لأول مرة رجع في النتيجة وخرج ديار أمام شباب بلوزداد تحسن كبير تحسن بسح خطأ ماد مدية رح يرجعهم للصفر هذا هو المشكل يعني الفريق ويرح ماد مدية يقدروا لما يلعب خارج ميدانه يلعب مليح صراحة ملاح مع فارف كبير حتو في مباريات يخسر فيها يخسر فيها خارج بوليدة ولكن الناس المدربين في التصريحات يقولوا أنه اتحاد بوليدة ما يستهاش المرتبة اللي فيها مقارنة بالمباراة اللي إجراها ولكن في البوليدة ما أدى مباراة أمام وفاق ستيف لقد كانت ردة فعل صحيح الفريق نقدر نقوله تضيع تلت نقاط حتى تصريحة مادوي تكلم أنه الحمد لله خدا نقطة مع اتحاد البوليدة وهذا ما يبين أنه اتحاد البوليدة في البوليدة عنده مشاكل نظن نعم عنده عقدة في ملعب براكني أمام الجمهور والضغط هذا صراحة ولكن قبل ثلاث جولات من نهاية مرحلة الذهاب يعني الحق الوقت ونزم يجمع أكبر عدد من النقطة لأنه في مرحلة العودة ستكون الأمور صعبة بالنسبة لتحد البوليدة صعبة سفيان كل الفريق وخاصة انتحاد البوليدة نظن بلاي حد هو المفتاح لتنفسه شوية هو الفوز بهذه المباراة نحن نعمل الأنصار الفريقين نقول لهم بلاي هذه المباراة تربح ولا تخسر إلا كتبت لك تهبط بالله غير تهبط غير سيبالابيني دخلوها في أمور واحدة أخرى إذن نمر للحديث عن حسابات لقب الشتوي للسياسي كيماتيا لوكاب وما زالوا يحلق في الريادة وذلك على بعد أربع نقاط عن شبيبة الصورة الشباب قسنطينا الذي سيكون على موعد نهاية الأسبوع في مباراة مهمة نتابع هذا التقرير الذي سنستعد من خلاله مباراة المتبقية للشباب قسنطينا ووصفه شبيبة الصورة قبل ثلاث جوالات على إزدال الستار عن مرحلة الذهب تكون هوية البطل الشتوي قد تضحت بنسبة كبيرة بالنظر إلى وضعية الترتيب في المقدمة واللقاءات المتبقية للفرق المرشحة للتنافس على لقب مرحلة الذهب المرشح الأبرز لإنهاء الشطر الأول من البطولة في المركز الأول هو فريق شباب قسنطينا فريق يرشحه فريق الأربع نقاط الذي يفصله عن الملاحق شبيبة الصورة بالإضافة إلى المواجهات الثلاث التي سيخوضها رغم لعبه لمبارتين خارج القواعد عندما يتنقل إلى تزيوزو لمواجهة شبيبة القبائل والأصعب عند مواجهة نادي باردو في آخر جولة ببلغين في حين تبدو المهمة سهلة نوعا ما قبلها عند استقبال متذيل الترتيب اتحاد البوليدة بحملاوي المرشح الثاني للتتويج باللقب الشتوي فريق شبيبة الصورة الذي يتخلف بأربع نقاط عن الرائد ويستقبل في مناسبتين على ميدانه في حين التنقل الوحيد له سيكون إلى وهران ما يجعله أول المتربصين بالمتصدر وأول المستفيدين من أي تعثر لأبناء الجسور المعلقة من جهاته صاحب المركز الثالث وفاق سطيف سيكون قادرا على منافسة شباب قسنطينة في حال فوزه في اللقاء المتأخر أمام اتحاد الجزائر ورفع رصيده إلى 23 نقطة ليبقى نادي ملودية الجزائر رفقد اتحاد الجزائر الذي يمتلك ثلاثة لقاءات متأخرة يراقبان السباق من بعيد إذن كما قال في التقرير زميل عمر سلامي الشبيبة الصورة تراقب السباق من قريب نوجه السؤال لكوت صبر ما هي حدود شباب قسنطينة في التتويج باللقب الشاتوي؟ أنا أرى أن شباب قسنطينة أرى أن يكون شامبيون ديفر لأنه يبدو ملح وهذا يجعل الستابيلة التي يخلوها مع المدرب بقادر عمراني لأنه يعمل يعمل في أكيب يخرج أكيب يلعب نتائج إيجابية ويلعب نتائج أبعد مستوى أعتقد أنه سيئسي همال يكونوا شامبيون دالي وأعتقد أنه سيقول لكلمات همال العام في البطولة هل نرى أنه قادر في لحظة الأخيرة ستيف أو الصورة قادرة تعاوتون في سيبا؟ لا هم قادرين ولكن كما تكلم شيخ بالنسبة للآن سيطرة شباب قسنطينة هذه هي التي ستمنع الفرق الأخرى أنها تلحق هل نشوف أنه شباب قسنطينة مع هذا مبارتين ضيعة يعني دارتها عادل ولو أنه أمام أولمبيل المدية نظن أنه كان قرار الحاكم أنه ما كانش خطأ ولكن حتاسب خطأ سجل هدف تاني ولكن مع هذا ذلك شفنا سيطرة بالنسبة للفريق والحاجة المليحة أو الحاجة لمكانتش في شباب قسنطينة أو صبحت الآن عنده أنه لما يلعب خارج أرضية ميدانه يعني يفرط طريقته ويحاول أنه يخذ تلت نقاط هذا شيء إيجابي عقلية المدرب عمراني تكون داخل أرضية الميدان وهذا شيء مهم في بعض المدربين يعني عندهم طريقة طريقة تعلعب أو طريقة تسهير مباراة ولكن تجسيدها في أرضية الميدان تختلف يعني اللعبين ما تكونش عندهم أرضية فعل شباب قسنطينة نشوفه عكس ذلك نحن نشوف رزنامة المباريات التي تنتظر الشباب قسنطينة مع المخرج سيداني في الجدول ثلاث مباريات سيستقبل فيها شباب قسنطينة في مرة واحدة ويخرج إلى تيزيوزو وإلى العاصمة لمواجهة نادي بارادو في آخر جولة من مرحلة الذهاب أين سيلعب لقب شتفي؟ في أي مباراة؟ أنا نظر أنه في المباراة هذه أمام شباب قسنطينة القبائل ويعرف بما أنه الفريق أو يمر بمشاكل لا يسجل أهداف فيه أخطاء دفاعية بالنسبة لشباب القبائل تخليه أنه يستثمر في هذه الأشياء يأخذ تلت نقاط بعد ذلك أمام مباراة ما نقولش يعني في صالحه ولكن نوعا ما يأخذ تلت نقاط فيها أمام نادي بارادون ظنه رح يسير المباراة لكن شبيبة القبائل لم تخسر أي مقابلة مع أي جودي هناك عودة قوية لفريق عودة قوية صفيان حقيقة ولكن عودة قوية مع فرق كانت ليس فرق في حجم شباب قسنطينة فرق اللي ربما كانت تخرج تلعب خارج الميدان أجل تعادل أنه في الجزائر نقطة ولت حاجة كبيرة يروح يقول لكم نجيب نقطة شبيب قسنطين يروح يجيب تلت نقاط ومع شبيبة القبائل نظن بل رح ينقلوش بلي شبيبة رح تكون في المتناول ولكن رح تكون مهمة صعبة على شبيبة كتر منها ما تكون شبيب قسنطينة في آخر جولة سيواجه نادي باردو الخصم يحسب له ألف حساب هل أنتم تخمو لهذه المقابلة خاصة ستكون فرصة لتقليص الفارق بين الرائد ونادي باردو نعرف أن هناك سبع نيقات في الفارق أنا خمو على شبيب الوزدد مباراة بمباراة بمسير تقليص الفارق سيكون شبيب الوزدد منذ لنحق لشبيب قسنطينة لدينا دو مواج بلوزدد ومباد المدية منذ لنحلها ربي ماء شبيب قسنطينة نعم رح ينشوفوا أيضا نارزنمت مباريات شبيبة الصورة ثلاث لقاءات التي تنتدر فريق الجنوب في مرحلة الذهاب الليلة فونتاج تقليصة للصورة هي أنها تستقبل في مناسبتين تستقبل إيتي حد الحراش ثم تتنقل إلى وهران وتستقبل في آخر جولة من مرحلة الذهاب هناك مباراة المقبلة أمام إتحاد الحراش أنا نظن مباراة صعبة لأنه إتحاد الحراش في الآوينة الآخرة بعد قدوم المدرب التونسي نظن أنه لما يلعب خارج أول نوفمبر هو اللي يبادر ويسجل أهداف لأنه على الفرق الأخرى كلها تقول أنه في إتحاد الحراش ما مش في فورما مليحة في المتناول المباراة نوعا ما تكون سهلة اللي تم هنا إتحاد الحراش يبغى تعني للفريق الخصب أنا نظن هذا السيناريو يمكن يكون في المباراة أمام إلا لكن شبيبة الصورة أم باطل في ملعبها يعني مباراتها في ملعبك منذ 2015 سبتمبر 2015 لا مباراة يعني لا هي صحيح ولكن تقدر هذه الإحصائيات تعطي ثقة للعبين لما تلعب وهو شيخنايا لما الفريق يكون مليح ويلعب أمام فريق إلا يصارع من أجل البقاء الفريق ديالك أو اللعبين تاك تكون عندهم ما ديك للا كنفينس زيدة لو ما يكونش المدرب ورئيس الفريق والمسيرين وقفين أمام اللعبين أنه تخدوا كل مباراة بنفس بنفس العقلية تقدر الفريق يضيع نقاط وشو يحكي تاريخ بشك بشك أمات سوبري بارتو تلا سمان تلا سمان ومبادو الأولى في الصورة ديروا في رسوم نهار يدخلو يلقوا بالحراش مبزيرة سيطروا طاري ما يقدرش يدعو ديولي في المات ذي عم بلسيب على ولد ما رابط يكتاع الحراش ماتش فاصيل خاصة أن الفريق عاد بالنتيجة إيجابية أمام اتحاد الجزائر تعطيه ثقة زيدة بالنسبة للعبين تقدر مباراة هادية أطح أمام فريق اتحاد الحراش اللي ما عندوش خيار آخر لازم ياخد أكبر عدد من النقاط حتوي لعب خارج الحراش هنا تقدر يقدر يباغت الفريق نصفين حتى فريق كما تتحاد الحراش ونصر حوسين داي يعني كنا نشوفها في وقت ما ضب معنا دي بارادو لأنه كان هناك تنويع في اللعب ولعبين إتحاد الحراش ربما يقولك مصائب قوم عندها قوم فوائد مصائب تحاد الحراش كان يخسر بزاف لعبين بسبب الإصابة وكان يلعب لعبين وحد أخرين طريقة لعب إتحاد الحراش إلى حد دقيقة هذه لم يكن مدرب يقدر يقولك نعرف طريقة لعب لعب تحاد الحراش لأنه في كل مرة يغير ويلحق وين يلعب لأنه عنده دي ديفونسور كما مزاري وخليلي يتبلي سبله بزاف شفنا الوزن الزائد لعبين كان يتسبلهم في الإصابات حتى الخروج دلهم مرهوش يلعب في كل مرة يغير ولعبين هذو كان يغتنموا في الفرصة شفنا المدرب من ناحية البسيكولوجية حرر لعبين خلى يعني يلعبين حتى الاحتياط تحاد الحراش الآن ولا دي جوار دي جوار تيتيولار يعني لجاتهم فرصة ولو يلعبون وداروا بيتاش داروا دلهم داروا هم كل هذو اللعبين دارواهم في الاحتياط نسفش أيضا الوفاق ستيف اللي تابع سباق عن بعد هو في المركز الثالث واللي تنتظر مواجهة مهمة أمام نصر حسين داي بملعب عشرين أوت هنا بالعاصمة الوفاق سيلعب كامل حضوضي هنا عرفوه أنه فريق يعني في مرحلة العودة يعود بقوة دائما يمد النفس الثاني في مرحلة العودة هذا وشك تقول ما نستنعوش في الفارق في المثلث مباراة المتباقية لا لكنه يجي يعني في مرحلة العودة لا صحيح صحيح ولكن في نفس الوقت نصر حسين داي أو يقدم في مباراة يعني نقدر نقوله في القمة الآن بعد ذهاب المدرب من الغيز كيفاش رح تكون يعني ردة يعني زير بلال لو يكمل في نفس الطريقة اللي كان يلعب بها الفارق ما يجيش هو ويقول لا طريقته نغير طريقة هنا يخسر وقت يخسر وقت ويتلقى مشاكل يعني اللعبين يكونوا يلعبوا بطريقة ومن بعد يجي مدرب ولو أنه كان مساعد ويحب يفرض طريقة أخرى هنا نظن يطح في خطأ نصفين ربا نتكلم عنه فاقستيف وفاقستيف عنده عقم هجومي عندنا شحال ما شفنا شو فاقستيف يعاني من الهجوم شفنا هي عاني بزاف من الهجوم حتى يعني مضوي كانت تكلم وقال لك باللي إبورتون عندهم دي ساتركون دبيتي شفو ناجي عندهم دك مقران مقران بنعياد لا واجه تمشي اسمح لي حسان شفنا في التغييرات لما يدخل اللعب بنعياد صراحة اللعب هذا نتحير يعني يدخل كإحتياطي ويقدم مستوى مليح ويسجل في سجل عدة مرات ومعد ما تشوفوش أساسي هنا قعدة القرار يقعد بالنسبة للمدرب المضوي ولكن صراحة اللعب هذا عنده إمكانيات لعب هجومي صريح نعم نقص الفعلية هو مشكل عند العديد من الأندية وسيكون مكتوشة ويكون فرصة للبحث عن العصافير النادي لنطوي صفحة رابطة المحترفة الأولى والجولة الثلاثة عشر ونمر للحدث اليوم هو الندوة الصحفية للفنية الوطنية رابح سعدان بمركز الوطني بسيديموس وإن أكد بأن الكورة الجزائرية تعاني من حيث التكوين وأن الجزائر متأخرة مقارنة بدول الجوار رابح سعدان تحدث عن عدة نقاط من بينها اللاعبين المختلفين لنستمع لما قالهم سعدان سعدان قال أيضا أنه الاهتمام بسلف الأكبر هو من بين المشاكل التي تعاني منها الأندية بسبب هذا هناك ضعف في التكوين في الجزائر وأن همر هون بن عيدام المرافق القاعدية نادي بارادو من بين الأندية اللي معروفة بتكوين لحق الوقت باش نعطه الأهمية لهذا العام المهم في قناة القادم نادي بارادو من تخب وطني من تخب وطني باش عندو قاعدك ما عندوش تكوين هذا ما ديقولك سيليزيكي لليك لب كيفو فر للا فورماشون أنا جو بون سيليدو بسكالاه يكمل للا فورماشون تعوف مع الفاريق الوطني انجان يران سويفي اللي يجيبه اللي يدير تكوين تعوف الفاريق كي الحق سيلا مام بوليتيك باش تكمل دوكولاه هادا يغني بوغناء هادا يغني ما منديرو مراكز تكوين مش حنتلاقها وليتراز امبورتون بسك نقولو كورت القادمة تمر في مرحلة صعبة تكوين هادا يبالك نبداوه ديسي كاتسينكو يبدو اللي اللي جان هادو يطلعو تبدأ تخدم وتقدر تسيطر على الكورة الافريقية بارابورل هاد اللي طروها كاترون ينكملو بلجوار هادو ما ولا دو مزدوجي الجنسية لين قدروا نكملو بيهم بدو تروا كاترون ومن بعدها سصرا اللي مير دي مير اللي يقدر يجيكمل اللي انتا تجيبو ماشي ارواح 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 غشتكون عنا ينباز وعنا ينفورماسي لماذا الدول الجوار متقدمة على الجزائر لا صراحة الدول الجوار ما هاش متقدمة لانها صبحت تعمل في نفس الشي اللي اللي احنا نديرو فيه لا لازم تأكدو نقولوها لانه ولا تونس راهي عندها في فئات شبانية تلعب بالفرق يعني تلعب بموراة الافريقية وتسيطر في كؤوس افريقيا اقل 15 سنة 17 سنة المغرب نفس الشي ما عاد مصر مصر لا مصر اعلاه لانها عقلية ما تغيرتش يعني عندهم انهم الفرق تكون والفيدرالية والفيدرالية المصرية تكون يعني هاد كما قال شيخ هاد يعني هاد هاد اين تنين انا نظن يمشيوا على طريق وحدة انا نكون في الفريق تاعي ولكن التكوين في الفريق عنده كل امكانيات لو نشوفوا يعني فريق نادي نادي الاهلي نشوفوا يعني الامكانيات اللي كان صراحة يعني كأنك رك فيه اوروبا بالنسبة للتصريح اللي قام بها سعدان نظن انه الكلام هادا ما لازمش يتقل غير الفريق صراحة لأنه نحبولا نكرهو لازم تدخل تعدولا تدخل الوزارة شباب ورياضة باش تعطي الامكانيات اكتر مشي امكانيات المالية مشي يعني نعطي لك ننضي بروكي لك الاموال لا ننضي بروكي لك الاموال باش انت تنفيستيها في القطع الارضية على الاقل انا بزاف يقولوا مركز تكوين مركز تدريب مركز تتكوين مركز تدريب مركز تدريب مركز تأبارادو مركز تأبارادو مشي كبير بزاف ممكن حاجة مليحة لما تسمع رؤى سائل فيرق يطلب لك الملعب لا يطلبوا اربع خمس ملاعب لانه الفئة يعني الاكابر لا مركز تدريب يعني ملعبين يكفيوا واحد مغطيين يقولوا طبيعا كان ايضا هناك قرر أثار الكثير من الجدل خرج بها المكتب الفيدرالي وهن تحديد شرطين أساسيين لاختيار اللاعبين المختلفين الشرط الأول هو أن اللاعب المختلف يجب أن يكون سوبرير من الناحية التقنية مقارنة باللعب المحلي وهناك شرط آخر وهن اللاعب المختلف يجب أن يكون ملتزم مع المنتخب الوطني صحة صفيان الشيء الملاحظ في الأوين الآخرة أنه حتى هذه اللاعبين المختلفين المشكلة ما هو مشكلة الإمكانية لم يلاعبون فيها في الفرق تحهم المشكلة كلما يجوا الفرق الوطني يعني أنه تقدر تشوف اللاعب يسجل مثلا يجيب مهاجم يسجل 14-15 هدف في المرحلة الأولى مثلا هذا اللاعب عنده إمكانيات ولكن لما يجي الفرق الوطني الآن هنا صبح المشكلة لم يقدموا الفرق الوطني شوفوا ربح سعدان تكلم عن النقطة هذه وتكلم مع اللاعبين المزدوجي الجنسي لا نستمع لا ندرش فرق ما بين نطمو اللاعبين اللي موجودين على الأرض الوطنية ولي خارجين الوطن ايه جبانس هذا كيال سياسة اللي رأي مدير أدرك حاليا باش تتعل تعتكوين للمنتخب الوطني الأول لما سنيا بات موتيفاشن لقد نستمع أن قرار سيتير الكثير من الجدل خاصة أنه لعب دولي جزائري صفيان في غولي علق على هذا القرار في تويتر وأبدأ عدم رضاها على هذا القرار لأنه فيه شوية راسيزم هذا القرار لا شوح حسن عفوا صفيان هو الشيء الملاحظة أنا نتكلمه كثير على الفريق الأول بالنسبة لعبين المختاربين في الفريق الأول ولكن عليها ما نغيروش النظرة تعناه ونجيبوا اللعبين المختاربين الملاح في الفئات الصغرى لكن وضع دي كريتر لاختيار اللعبين لا 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 ما يكون لعب أقل من 17 سنة أو أقل من 15 سنة عنده إمكانيات وتجيبوا الفريق الوطني يعني يجي هنا تعطيلوا أولين احتكاك في إفريقيا يعني هذا العاومي كلها تربح حق بل ما يلاقي الحق في الأكام هذه واحدة تانية شيء الملاحظة نحبوها لنكررها لازم نقولوها أنه هذا اللعبين المختاربين يستنى وحتى الفريق الفرنسي يستدعيه كم يستدعيش يقول لك نجي الفريق الوطني يعني احنا من نوموش اللعب اللعب المختاربين لكن ليس كلهم نعم لكن ليس كلهم ونأكي المأضمار الجزائر لبداية لشواء الكورالي مشي تا اللي قريته حبو الله كرا عندهم الأم الجزائر وعندهم الخالة فرنسا هي اللي تربوا فيها اللي داوتهم هذه حاجة من بب الإنسانية ما يقدرش ينكر خير بلاد قراته ورباته وعلماته كورت القادم ودخل كلار فونتان صفيان ومنحقه يستنى الفريق الأول فرنسي كما يكونش يجي الجزائر ولكن لما يجي المنتخب الوطني والفريق المنتخب الجزائري لا نقوله أكبر ما يجيش بمعنويات أنه يقدم كل شيء للفريق لأنه ما كاش محضر زياني لعبه مع ليزيس بوار زياني لعب مع ليزيس بوار لا زياني ما نعبش ولا ما هضره على سبعين تهضرنا على زوج ما كاش لكيليب لا شوف اللعب الوحيد الخيار ما نعضون 우리 وقت جزائر ملمة سونغارส دقiez لم يكن أيضا أناهمية inteligente ولا نأ�� سادر ولكن لا نقوم بالفب ما نحن أرحل صديقيه 유튜� conquلي it bear تصلنا HERE إنها يعود فريق من النعود سنوار الصف Davos وأخبرت السوق لي لم ندحس اجعل هذا عليها نخلي واحدين الحق سينيور ويقعد بين القرارين تنين صعب لما يختار المنتخب الجزائري لأنه المنتخب الفرنسي ما استدعاه لا بيجي ومع تقول لي لا لا يحب الجزائر لا ما يحب الجزائر هذا شي مفروق ولكن الأمور فرداته أنه يحب الجزائر خد القرار من الأول ومع شاب بخلق 15 أو 17 سنة ومع تكوين احتكاك وبعد ذلك تسهل الله يطلب خديقها نحكي لك بركم حديث اللي أسمح لي إيكوت فتالك لإكلامك حديث مع لعب مخترب وفي الجزائري مخترب قال لي أنه لن أحبيت الشهرة عملت لها الضرع قل رونا ننزلها في قاطر سأذهبا قال لي أنها ستبتها لك قال لي لأنهم يتكلمون لا أريد أن نجري تزاير ولو هذا لاعب معين قال لي تكلمون لا أريد أن نجيش قال لي لما لنجيش قال لي قاطر قد علمها أرجوك لأهرباء الأمان يقل في الدرع الأكبر دخلوا كلمة الخيثة من الحقيقة التي نهاية البرنامج نحن نحن نشكوش في عرب الجزائري إلى الجزائر في الوطنية نعم، في الوطنية ماهوش قال تارى كي تجيبوه إالاج دو سازون ديسات هو عايش لهيك وكبر لهيك ماي كي تجيبو ساز ديسات تبدأ الدخل وروح الوطنية هذيك دخلوه في الوطن ويكمل في الانفورماشون هذيك خدوة كي يلحق موش هيقول لك نخير فرنسا ولا نخيره وهنادي جي كملت عدوني مدى بيننا نربحه هذا ما حدث مع اللعب ليون الفرنسي عوار الذي هو حاليا متردد بين المنتخب الجزائري والمنتخب الفرنسي مشاهدين وصلنا إلى نهاية البرنامج شكرا موصول إلى كل من ساهم في عدد البرنامج شكرا خليجة شكرا حسان شكرا طارق شكرا موصول أيضا لضيف البرنامج الكوتش صبر شريف شرفتنا بالحضور شكرا للمشاهدين الموعد يتجدد الأسبوع القادم يبقوا أوفي لبرنامجي قناة زير تيفي وإلى اللقاء شكرا للمشاهدينًا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة